عقدة اللجنة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعها الدوري برئاسة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس رئيس اللجنة الأمنية وفي مستهل الاجتماع الذي حضره قيادات الوحدات الأمنية المختلفة بالعاصمة المؤقتة عدن رحب المحافظ لملس بالعميد جلال ناصر الربيعي الذي يعين مؤخرا قائدا للحزام الأمني في العاصمة المؤقتة مشددا على أهمية انتظام اجتماعات اللجنة في هذه المرحلة ومشيدا في الوقت نفسه بتفاعل القيادات الأمنية وحرصها على تنفيذ قرارات اجتماعات اللجنة وترجمتها إلى عمل ملموس على أرض الواقع ووقف الاجتماع على جاهزية المنظومة الأمنية في كافة مديريات العاصمة المؤقتة بالإضافة إلى عدد من القضايا المتعلقة بالعمل الأمني ومستوى تنفيذ القرارات السابقة وتطرق الاجتماع أيضا إلى مستجدات الأوضاع الأمنية على الساحة المحلية واتخاذ ما يلزم بشأنها